انا مع الحرية بلا حدود لكن الحقيقة انه كثيرين في هذا العالم بيستغلوا الحرية استغلال سيء جدا يعني لا يوجد عقل ولا يوجد قلب ولا يوجد ضمير ولا توجد انسانية تقبل بمشهد انه سياسي يميني متطرف في السويد يقوم بحرق المصحف علنا تقول لي انه هذا الحدث ليس جديد وانه الغرب طول الوقت بيأتي فيه ناس متطرفين بيحرقوا المصحف في رسالة واضحة جدا الى رفضهم للقرآن رفضهم للإسلام رفضهم لي يعني ما يعرفونه عن القرآن وعن الإسلام مشكلة المرة دي انه هذه التظاهرة او هذه المظاهرة اللي كان موجود فيها السياسي اليميني السويدي رسموس بالودان سمحت بيها الشرطة السويدي يعني هم تعرفين هناك اي مظاهرة بيتم الحصول على تصريح بيها وبيكون الجهات المسؤولة عرفة المظاهرة دي هيحصلت فيها ايه يعني ايه الشعرات ايه الهتفات ايه الفعل اللي هيجي من هؤلاء المتظاهرين يمكن ده اللي خلى فيه حالة انتفاض في العالم الاسلامي كله ورفض وتحميل للحكومة السويدية المسئولية لانها كانت تعرف ان هذا اليميني المتطرف سيقوم بيه حرق المصحف ومع ذلك منحته ترخيص بالمزاهر جماعة في السويد بيقولوا انه قد يكون هذا هو رأي هذا السياسي اليميني المطرف ان هو يقوم بحرق المصحف لكن ده لا يعبر باي حال من الاحوال عن رأي الحكومة السويدية ولا عن السويد طيب ما هو اذا احنا هنا ما بنتقدمش خطوة العالم الاسلامي وكل الدول العربية والاسلامية ادانت هذا الفعل المخزي في الحقيقة وزارة الخارجية المصرية هنا سارعت يمكن حتى صدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية قبل حتى ان يصدر بيان من الازهر يعني وزارة الخارجية قالت انه مصر بتعرب عن يعني ادانتها الشديدة لقيام احد المتطرفين باحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية استوكول في تصرف مشين يستفز مشاعر مئات الملايين من المسلمين في كافة انحاء العالم وقالت مصر الرسمية عبر وزارة الخارجية انه مصر بتحذر من مخاطر انتشار هذه الاعمال التي تسيء الى الاديان وتؤجل خطاب الكراهية والعنف ودعت مصر الى اعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي ومنع الاساءة لي جميع الاديان ومقدساتها من خلال مثل تلك الممارسات المتطرفة الازهر ادانة ايضا يعني الازهر ادانة هذه هي الصورة المخزية المخزية اللي قام هذا اليميني السياسي اليميني المتطرف السويدي بحرق القرآن الكريم زي ما حضراتكم شايفين ليه بنعرض هذا الفيديو ناس كتير جدا ممكن يقولك ايه يعني بلاش نعرض الفيديو ده لكن لا لا بد ان نقف امام الحقيقة ولا بد ان نقف امام هذا المشهد اللي بيوصل رسالة يعني اعتقد لازم نتوقف عنده الازهر الشريف في بيانه قال ان احنا بنرفض تسييس حرية الرأي والتعبير بمعنى انه ما ينفعش تطلع علينا السويد وتقول والله ده حرية الرأي والتعبير لمن قام بالفعل لكن احنا كحكومة سويدية او احنا كالسويد لا لا يعني نرفض هذا الكلام طيب موقف الدول العربية والاسلامية البيانات التي تتالت لادانة هذا الفعل وللدعوة يعني الى احترام الاديان والى اعياء اعلاق قيم التسامح هل هذا الموقف يكفي ناس كتير جدا بتنتقد رد فعل الدول العربية والاسلامية وبيقولوا انه طالما انه الحكومة السويدية هي من سمحت بازي التظاهرة فلابد على الاقل ان يكون هناك استدعاء لسفراء السويد في الدول العربية والاسلامية وابلاغهم بشكل واضح جدا انه ما حدث مرفوض لانه خلي بالكو يعني هذا المشهد في عصور سابقة كان يمكن ان يكون سببا في حروب لكن انا عندي رأي الحقيقة يعني هذا الذي احرق المصحف الشريف كتابنا كتاب الله العظيم الخالد هذا الذي احرقه هو في النهاية رجل متطرف لا يقل لا يقل فيه دنائته وانحطاته وسقوطه عن اللي بيتطرفه بالقرآن يعني هو في النهاية شخص متطرف خارج عن حدود ومعاني الانساني بس انا فكرت الحقيقة هل هذا المتطرف اليميني يحرق المصحف ولا يحرق ما يعرفه عن المسلمين يعني هو بيرفض الاسلام كدين عندما يعرف اي حد في العالم الاسلام كدين حقيقي مش هقول انه هيعتنقه ولكن على الاقل هيحترم يعني الاسلام بتاعنا الاسلام الخالص الصافي اللي ما نبعه من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة ومن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لو اي حد في العالم عرف حقيقة الاسلام كدين ممكن ما يدخلش في الدين لكن هيحترمه هيقدره انا اتخيل ان هذا المتطرف هو لا يعرف الاسلام ولكن يعرف المسلمين هو لا يعرف القرآن ولكن يعرف الذين يتحدثون بالقرآن والذين يأخذون من بعض اياتي زريعة لارتكاب احداث ارهابية والى قتل والى ترويع والى عنف اذا الحل كمان عندنا انا معا انه اتخاذ موقف اه طبعا ولكن المشهد ده اللي بيتكرر وهيتكرر يدعونا الى ان احنا نفوق نبص لنفسنا كمسلمين هل احنا قد الدين ده يعني احنا كمسلمين متحملين مسئولية الدين ده قدوا انا شايف ان احنا مش متحملين مسئولية الاسلام ولا قد الاسلام والاسلام خسارة فينا بصراحة بهذا الشكل لانه الراجل ده زي ما بقول هو يعرف المسلمين ولا يعرف الاسلام هو يعرف من انحرفوا بالقرآن ولا يعرف القرآن لكن هو حرقه كرمز كاحتجاج ضد المسلمين أدين ما فعله بشكل كامل لكن علينا أن نتغير وعلينا أن نعرف أن نحن بأفعالنا من أسأنا إلى الإسلام التماعات المتطرفة العلماء غير المجتهدين الدعاء المتكلسين كل هذه التصرفات تسيء في النهاية إلى الإسلام فيعني يلقى هذا المتطرف جزاؤه من الله لأنه أخطأ في حق الإنسانية مش في حق الإسلام لأنه عندما يعتدي على معتقدي هو يعتدي على الإنسانية ولا يعتدي على الإسلام فقط